أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل طوما ما أنزل آباؤهم فهم قافلون لقد حق القول ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغنالهم طيئين القانبهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدهم ومن خلفهم سدهم فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنغرتهم أم لم تغيرهم لا يؤمنون إنما تنزل من الدبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فجابوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشر من الدنا وما آذر رفلان من شيء إبقات إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إننا إليكم مرسلون وما عليها إلا البلاه المبين قالوا إلا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنعجمنكم ولا مستكم منا عذاب أليم قالوا طائلكم من معكم أإن أكرتم بل أنتم أسركون وجاء من أقصى المدين لرجل يسعى قالوا يا قوم من أبع المرسلين اتبعوا بل ما يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون قد أغذ من دوني آلهة لي لذن الرحمن بذن الله تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقعون إني إذا لفيط نالك مبين إني آنت بربكم أسمعون قيل دخل إن جدت قال يا ليت قومي يعلمون بما وقرني ربي واجعلني من المكرمين وما زلانا قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصر تفعل العباد من نتيهم بالرسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإلا كل لما جميع الثدينا محضرون وهاية لهم الأرض الميتة أحينا وأخرجنا منها حرفا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جزات من نخيل وعناه وفجرنا فيها من العون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه فأفلا يشكرون سبحان الذي خروا الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفذهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإنهم مغلمون والشمس تجلي لمستقر لذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أدنا حمال آميته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شرش اغرقهم فلا صريخ لهم فلا هم يوقعون إلا رحمتهم ببنا ومتاعا إلى حسين وإذا قيل لهم انتقوا ما غير أيديكم وما قلبكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية رحمهم إلا كانوا منها مورطين وإذا قيل لهم انفقوا بما رضاقه الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن آتوا في الله في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إذا كنتم صادقين ما يرون إلا صيحة واحدة تأخذه وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يردعون وانفقوا في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قولوا يا ويلنا من بعثنا من مرقضنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فأيناهم جميعا لدينا محمرون فاليوم لا تغلب نفسا شيئا ولا تجسون إلا ما كنت تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواجهم في ولان على الأرائك يتكئون نعن فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وابتاز اليوم أيها يجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطون إذنه لكم عدد مبين وأعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أعلمكم اكتب الله كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعطون إسلوها اليوم بما كنتم تكرون اليوم نختم على أفوايهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لرسخناهم على مكانتهم فما استطوعهم ضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إذ هو إذنه هو قرآن أبين لنظر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين فولم يروا أما خرقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهلها مالكون ومن للا له فمنا رطوته ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارف أفلا يشكرون واتخلوا من نون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ظهولهم جودون محضرون فلا يحذوق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يولدون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من تطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قول من يحيي الأرام وهي أرهيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخطر لا رفا إذا أنتم منه توقدون أوليث الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق العين إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له الطوف يكون فسبحاناً الذي بيده ملقوا كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على سراح مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوماً ما أنزل على بكاؤه فهو غرفلون لقد حفل قول ولا أكثره فهو لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً بنيئاً ألقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدهم ومن خلقهم سدهم فأغشيناهم فهم لا يبسلون وسواء عليهم أمرتهم أم لم ترهم لا يؤمنون إنما ترزل من تبع الزكر وخشي الرحمن بالغليم فبشره بمغفرته وأجل كريم إنا نحن 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 الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في الإمام مبين وضربناهم مثلاً أصحاب الخرية إذ جاء المرسلون إذ أرسل إليهم أثنين فكذبوهما فعسسنا بثانياً فقالوا إلا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشر شبتنا وما آذر ربناه من شيء إن آتم إلا تجربون قالوا ربنا يعلم إلا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلا والمبين قالوا إلا تطويرنا بكم لإن لم تعدموا لمرجباً لكم ولا مسلتك منا عذاب أليم قالوا طوئرهم معكم فإن أذكرتم فلآثارهم مسرحون وجاء من أقصى المدينة الرجوع يسعى قولاً لكم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجراً وهم مهتبون وما لي لا أعود الذي حفر وإليه ترجلون فأتغل من دوني آلية دي ربن الرحمن بن ربن الله ترني عني شفاعة مقشي ولا يوقعون إني إلا نفيط نالي مبين إني آنت بربكم أسعون قيل ادخل الججدة قول يا ليلى قومي عيون بما غرني ربي وجعلني من المكرمين وما آزلنا قومه برده من جود من السماء وما كنا موزرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قومون يا حصف على العباد من يذيهم بالرسول إلا كانوا به يستهدئون فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من الفرون أنه إليهم لا يرجعون وإليه كل لما جبيع لدينا محضرون وآيات ينفذ أرض الميت الوحيدة فأخرجنا منها حفر فمنه يأكلون واجعلنا فيها جذات من نخيل وعناء وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خنو الأزواج ألا مما تنبت الأرض ومن آفزهم ومما يعلمون وآيات له كل ليل نسلق منه النهار فإلا مطاربون والشمس تجري المستقر لا لذلك تقديم العزيز المعلمين والخور قدر له نازل حتى عاد كالعرجون القديمين للشمس ينبغي لها لا تدرك القبر وللليل سنقذ نهار وكل في فلك يسلحون فآية لهم أننا حملنا أميتهم من فلك المشحون وخرقنا لهم من بثه ما يركبون وإن شرقهم ولا صيخ لهم ولا هم يرضون إلا رحمة من الله ومتاعنا حكيم وإذا قيل لهم الضبو ما غير أيديكم وما قلبكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم بتآتيهم بتآتي ربهم إلا كانوا من أخرقين وإذا قيل لهم أرحبوا بما أرحبوا الله قول الذين كفقوا للذين آمنوا أندعهم من لو يشعر الله أقرمه إن أنتم إلا في ضلال كبير ويقولون متى هذا المعد ويراكرتم صادحين ما يرون إلا صحة واحدة تأخذه وهو يخصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يغفرون وانفق في الصور فإن لهم من الأجداث إلى ربهم يرسلون ونحيا بيننا من مرسنا من مرقبنا هذا ما مرد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صويحة واحدة فإلا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا قولوا نفسوا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعمرون إن أصحاب الجنة اليوم في شبر فاكهون هم أزواجهم في ولان على الآخاء يتكهون لا نحيا فاكهة ولهم ما يتعون سلام طولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألا أعهد إليكم يا بني ألم أننا نعبد الشيطون إذنه لكم عدد مبين وأعبدوني هذا سرطف مستقيم ولقد أظل من رفج بالله كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جأنهم التي كنتم طورتون إسلوها اليوم بما كنتم تكرون اليوم نخطئوا على أفراهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقبصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لقبصناهم على مكانتهم فما استطاعهم بهم ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إذنه وإلى ذلك هو قرآن مبين لنظروا لكان حيا ونحق القول على الكافرين فولم يعوا أهلا خرقنا لهم مما عمل الأيدينا أنعابا فهلا ما يكون ولل الله لفرح منها ربهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارك أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم بهم صورون لا يستطيعون نصره وهم لهم جهود واحمرون فلا يحذروا قولهم إنا نعلم ما يسرسون وما يولمون أولم يرد الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو أصيب مبين وضرب لنا مثله ونسي الخلقه قول من يحيي الرام وهي غريم وليحييها النبي لأن رشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخرى لن أراقيها أنتم بالمتوقدون أوليذ الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إذ ثماءه إلا أرض شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده فلم نهد كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيئين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم أنزيل العزيز الرحيم لتنزل طوما ما أنزل آباؤهم فهم قافلون لقد حق القول ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغنالا فهي إلى الألقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن قلبهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصنون وسواء عليهم أغرقهم أم لم تغنرهم لا يؤمنون إنما تنزل من ادبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسسا إليهم أثنين فجذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشر مجلنا وما آذن الرحلان من شيء إذا آتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما عليها إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنعجمنكم ولا يمسلتكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن أكرتم بل أنتم أضروا مسركون وجاء من أرسل مدين لرجل يسعى قولا يطب من نبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون فأتأخذ من دونه آلية لي لابن الرحمن بذن الله لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقعون إني إذا لفي طلالكم مبين إني آنت بربكم أسمعون قيل دخل الجده قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي واجعلني من المكرمين وما زلانا قومه من بعده من جهود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنه إليهم لا يرجعون وإليه كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حفا فمنه يكلون واجعلنا فيها جزات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العون ليأكلوا من ثبره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلوى الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإنهم أغلمون والشمس تجدير مستقر الله لذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدر له منازل حتى ماذا كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق الظهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أدنا حمنا ميته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شرش اغرقهم فلا صريخ لهم فلا هم يوقعون إلا رحمة حمنا ومتاعا إلى حسين وإذا قيل لهم انتقوا ما غير أيديكم وما قلبكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورطين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رضق الله قال الذين كفقوا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن آتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يرون إلا صيحة واحدة تأخذوا وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون وانفقوا في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قولوا يا ويلنا من معسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المنسلون إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تغلب نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنت تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواجه في ولان على الأرائك يتكئون نهد فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم واختاز اليوم أيها الوجرون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطون إذ إنه لكم عدد مبين وأعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أقل منكم جب الله كثيرا أما لم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم تعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكرون اليوم نختم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لرسخناهم على مكانتهم فما استطعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغينه إذ هو إلا ذكر وقرآن أبين لنظر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين فولم يروا أن ما خرقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهلها مالكون ومن ألا له فمما رطبه ومما يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخلوا بالنون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصر هرزهم لهم جود وحبرون فلا يحذوق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يولدون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي الخلقه قول من يحييها مغيره قول يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخطر نارا فإذا أنتم منه توقضون أوليث الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إذ دواءه إلا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم